زي ما بنقول السينما طب أنا راضي زمتك أنت تتخيل السينما المصرية من غير سعاد حسني أو تتخيل السينما المصرية أو العربية كمان من غير سعاد حسني إزاي تتصور أنه كان جزء من مسيرة السينما المصرية وبطبيعة الحال لأنها الأكبر والأعمق تأثيراً على المجتمع العربي كله من غير الست سعاد حسني النهاردة ذكرى وفاة سعاد حسني الله يرحمه سعاد حسني اللي اكتشفها رحمة الله عليه الأستاذ عبد الرحمن الخميسي وكان اكتشاف عظيم لأجل السينما والفن المصري بشكل عين سعاد حسني اللي مسلت وغنت ورأست وأبكتنا وأضحكتنا ولخبطت أدمغتنا لازم تشوف سعاد حسني في بقر حرمان مش بس صغير على الحب بشوف هو فيلم جميل ولطيف خفيف بسيط مش خفيف إنه هو أي كلام خفيف بسيط يبسط بس لازم تشوف سعاد حسني مثلا على سبيل مثال في بقر الحرمان تشوفها في غروب والشروق هنا لازم تشوف سعاد الممثلة بمنتهى العمق وفي الفيلم اللي احنا كنا نسا بنحط الصورة بتاعته اللي هو صغير على الحب هنا بتشوف سعاد الاستعراضية سعاد اللي بتغني وبترقص وبتغذر وبتضحك وطبعا هذا الفيلم لا يمر بالنسبالي من غير منتهى التركيز مع الاستاذ نور الدمرداش استاذ نور الدمرداش المخرج العظيم والاستاذ نور الدمرداش الله يرحمه يا رب والاستاذ نور الدمرداش الشرير المخيف والكوميدي المذهل يعني لازم تتفرج هنا كان عنده حتة جملة بتجواني لحد دا 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 د رجعك على الست سعاد حسني ست سعاد حسني زي ما بقولك اللي مثلت بمنطقة العمق اللي هزرت ودحكتنا اللي غنت اللي رأست اللي هي تحولت لأيقونة بتقلدها البنات في كل حتة في المنطقة العربية عاوزين يقلدوا سعاد في تسريحة شعرها في مشيتها في لبسها في دحكتها في الميكاب اللي بتعمله كل البنات في جيل الست سعاد والأصغر ويكاد يكون حتى هذه اللحظة ده في ناس مشهورين جدا في الممثلين وفي المزعين بيقلدوا ست سعاد حسني الله يرحمها اللي قدمت تقريبا بلاش الست سعاد حسني في هو وهي هي وهو هي ورحمة زاكي الله وكلمات صلاح جهين يا سلام يا سلام المسلسل العظيم اللي يفضل طول الوقت عايش ده ايه ده سعاد حسني عشرين أغنية سعاد حسني تسعين فيلم سعاد حسني تمن مسلسلات إزاعية سعاد حسني سعاد حسني هو وهي سعاد حسني سعاد حسني ده حاجة مذهلة جدا مرة تانية هبقى كلمك مثلا على ناديا لطفي وعبقرية ناديا لطفي عبقرية حقيقية يعني هكلمك على مرة تانية على ست شاديا طبعا ست شاديا دي هجيبية قلبي قلبي يعني كل الناس اللي عارفيني يعرفيني ان انا احب جدا اغاني شاديا حب لدرجة الادمان اللي مش عايز ستخلص منه وانا من الناس اللي بتشوف شاديا ممثلة عظيمة وهي الله يرحمها يا رب الله يرحمها يا رب يرحمهم جميعا ست شاديا كانت تقول انا ممثلة بتحب الغنى مش مغنية بتمثل لا انا بقى ازل تسوف ست شاديا بقى في نحن اللي نزرع الشوك الست شاديا في اللص والكلاب الست شاديا في زواق المداء هذه الحالة العظيمة بالمناسبة المحفوظ برضو مزهل انا جريت كتير عايز اخدكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل السنوية العامة وما ادراكم ما هو بعبع السنوية العامة والخوف من السنوية العامة وتوتر السنوية العامة لانا مش لقيله اي سبب بصراحة ضفطنا العزيزة نتمعنا على التليفون يمكن اول مبارح لو انا فكر دكتور سعاد صابر الخبير التربوي تنورنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة